هي يومي هي يومي روقتك اللي تستني هي يومي هي يومي مهو على شارك هي يومي هي يومي يا مساء الخير والهنى والسعادة على حضراتكم مشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة من هي يومي زي ما حضراتكم متعودين بنكون معاكم كل سبت واثنين وخميس من الساعة واحدة للساعة اثنين ونص على الهواء مباشرة برحب حضراتكم وبزميلي خلف الكاميرات وسعيدة جدا أني معاكم في أول يوم في السنة كل سنة وحضراتكم طيبين الفين أربعة وعشرين يارب تكون سنة سعيدة على حضراتكم جميعا في الفين تلاتة وعشرين كنت حريصة وفريق إعداد هي يومي كان حريص أنه هو يقدم لحضراتكم كل حاجة تخص المرأة المصرية وكل حاجة تخص الأسرة المصرية كنت بتمنى يعني أني أقدم لحضراتكم حاجات كويسة حاجات أن هي أطلع من الضيف كل حاجة حضراتكم عايزين تسألوا عليها لم يمش عارفين تسألوها إزاي أو كل سؤال بسيط بيمر في ذهن أي حد وعايز يوصله كنت بتمنى أني أوصل للأسئلة دي من خلال طبعا ضيوفنا الكرام اللي كانوا بينورونا في 2023 خلال الفترة اللي كنت معاكم فيها في 2023 وفي 2024 يعني بتمنى لحضراتكم سنة سعيدة مليانة بالخير والبركة والسلام أهم حاجة طبعا السلام السلام من جوة ومن بره السلام حوالينا في مصر وبره برضه في العالم المحيط بينا إحنا بنعيش السلام جوة نفسنا إزاي؟ إزاي نقدر إن إحنا نحقق المعادلة دي في حياتنا عموما يعني كل واحد في السنة الجديدة أو كلنا بنبتدي السنة بنقول لا لأ أنا عايز أبدأ بقى بحاجات غير اللي كنت بعملها السنة اللي فاتت أو عندي طموحات أو حاجات أخفقت فيها السنة اللي فاتت مش عايز أكررها السنة دي ده كله ده بيتعامل إزاي؟ إزاي نحقق المعادلة دي مع نفسنا الأول؟ ده بيتسمى التصالح إزاي أكون أنا متصالح مع نفسي؟ إزاي أكون متصالح مع عيوبي ومع مميزاتي؟ ده حقيقي ينفع يتعامل؟ النهاردة بقى هنعرف ده ينفع يتعامل ولا لأ؟ مع دكتور مينة جورج سامير اللي منورنا استشاري نفسي وأسري دكتور مينة منورنا صباح الخير كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة مبسوط جدا أبقى معاكو وإن شاء الله يبقى وقت مسمر للكل دكتور مينة يعني إحنا خلاص بدأنا النهاردة أول يوم في السنة وحضرتك معانا طبعا بنتمنى كده إن إحنا إيه يعني نقدم للناس رشدة إن هم يمشوا عليها في السنة الجديدة كل واحد بيبقى جواه بقى أمنيات كتير وجواته محاط عايز يعملها أو مش عارف يعملها أو حاجات فشل جوا نفسي أنا عملته جوا نفسي أنا ده أنا فاشل أنا مش عارف أحقق الحلم اللي أنا عايز أوصل لي يعني إيه تصالح يا دكتور يعني إيه أكون متصالح مع نفسي الأول وبعدين بقى ندخل في التفاصيل الكتير اللي حضرتك هتعرفها لنا النهاردة تمام شكرا على بداية السنة يبقى فيها فعلا بداية جديدة وحاجات عملية الناس تبقى بتقدر إن هي تبقى بتعملها فعلا وده اللي أنا بحاول دايما إن أنا بقى بعمله مع الناس اللي بتتابع في الجلسات إن دايما الحاجة اللي يبقى طالب الخدمة أو طالب المساعدة بيطلبها إن هي تبقى قابلة للتنفيذ لأن الكلام قردي موجود وممكن أي حدي النهاردة يبقى بيوصله بسهولة بسبب الثورة المعلوماتية وكل حد بيحتاج يعرف أي حاجة بيعرفها في ساعتها لكن هنحاول نخلي كلامنا زي ما حريك قلت كده في الأول عملي حيث الناس عارفة تبقى بتعمل إيه أول حاجة فيما يخص التصالح مع الذات هو إن أنا أبقى حاطة إيدي ومالي إيدي كويس وعارف كويس مميزاتي وعارف كويس عيوبي وطبيعي ما فيش إنسان بلعيب يعني زي ما بنقول فأن أنا أبقى عارفهم أنا دايما أي حد بيتابع معايا بقوله كمان لازم يبقى كاتبهم شايفهم قدامه وشايفهم يمكن في صفحتين قدام بعض الناس اللي بتتابع معايا بيبقوا عارفين كده ببقى حبه يبقى شايف ده وشايف ده قدام بعض في نفس الورقة أو في ورقتين قدام بعض عشان خاطر نعمل إنفستمنت أو استثمار أكتر في الحاجات اللي بتميزنا اللي جزء منها هيبقى موهبة حاجة ربنا حاطتها فينا وجزء منها مهارات اكتسبناها في الحياة وإن أنا كمان أبقى شايف العيوب وعارف أو عندي استراتيجية أو بلان أو خطة إزاي إن أنا أقدر أبقى بتعامل معاها في خطوات بسيطة ده بيتم إزاي؟ عن طريق إن إحنا بنمشي سكة أو بنمشي رحلة مع بعض ما فيش أي مشكلة أبدا إن الناس تبقى جاية متحمسة قوي في الأول لكن دايماً اللي بيساعد لحد إنه يوصل لأي حاجة هو الاستمراري فبنعمل أهداف صغيرة أو بنكسر الهدف الكبير اللي جاي بيه أي واحد بيطلب مساعدة وبنبتدي نمشي معاه خطوة بخطوة ويبقى لينا طبعاً دور في التوجيه لو في حاجة هو محتاج فيها توجيه لو هي مجرد بس هو محتاج تشجيع سعاد بيبقى ده أحد الأدوار برضو اللي بتعملها الجلسات وفي نفس الوقت ممكن نقول فكرة جديدة ما يكونش الحد واخد باله منها أصلاً فدي الطريقة اللي إحنا بنشتغل بيها على إن إحنا نستثمر في مميزاتنا ونعرفها كويس ونعرف عيوبنا ونبتدي نبقى بنشتغل عليه بس جزء من التصالح هو إن أنا أبقى مكر إن أنا هيبقى عندي عيوب ومحتاج إن أنا أبقى بشتغل عليه طيب إحنا ده كده للناس اللي هي بتاخد خطوة وتروح لحضرتك بقى الناس بقى اللي بتتفرج علينا النهاردة وإحنا بقى خلينا حضرتك تروح لهم إنت في بيوتهم يعني إحنا عايزين كل واحد بقى زي ما قلت بيبدأ السنة إن أنا هعمل وهكسر وهخرب الدنيا في السنة الجديدة كل الحاجات اللي كنت بتمنى إن أنا حققها بتمنى وطبعا إحنا في جملة شهيرة كده إن شاء الله تحقق كل أحلامك السنة جاي إن شاء الله تحقق مش عارفة إيه السنة جاي عايزة أفهم الناس مش لازم إن أنا مثلاً يكون عندي حاجات إن أنا لازم أحققها كلها أو مش لازم إن أنا يعني أوصل لكل الحاجات اللي أنا فيه ناس أحلامها كلها بالبوز لمجرد إن هي محققتش حاجة معينة فده أنا عمله إزاي دكتور أول حاجة إن أنا ما قفلش دماغي أو الليسكوب بتاع تفكيري على أفكار محددة يعني فيه ناس بتبقى يعني أنا بسميهم إن هما بيصفروا العداد بيبقى قدامه فكرة وبيبقى ما فيش أي مرونة فيها وبيبقى عايز لو ما وصلتش للحاجة دي أنا بقى ما حققتش أي حاجة في حياتي أول حاجة محتاجين إحنا نبقى بنعملها المرونة أنا محتاج إن أنا أبقى مرن مع نفسي متقبل إن أنا ممكن يبقى بيحصل أخطاء في النص ممكن يحصل زهق في النص ممكن يحصل إن أنا ما بقتش بنفس الباشن أو الولع والحماس اللي أنا بدأت به وابقى عامل حسابي إن الوقت ده وقت هيحصل كل ده بنسميه الوعي أنا ببقى عارف نفسي عارف إمتى أنا ببقى متحمس قوي وعارف إمتى إن أنا ممكن الحماس ده يقل شوية وعندي كمان طرق بعملها عشان خاطر أرجع أشعل الحماس ده والتاني وأنا عايز أقول إن إحنا مفيش في قدينا غير يعني حاجة أو حاجتين نقدر إن إحنا نبقى بنعملهم عشان نحقق أي هدف في الدنيا أول حاجة إن إحنا يبقى عندنا التزام تاني حاجة إن إحنا نبذل مجهود طيب بفرد أنا عملته كل ده والهدف متحققاش ما هو أنا لازم برضو أبص بنقعد نعمل حاجة اسمها بقى الأناليسس هو إيه اللي مخلوهش يتحقق هل وبرضو بنقسمها تنين هل هي حاجات جوة داية يعني أعود مع نفسي وبرضو طبعا أعود مع نفسي أعود مع حد بصك فيه وبيعرف يسمعني عنده المهارة دي أو حد متخصص مش كل الناس بتروح تجري لحد متخصص لكن أقدر أعود مع حد قريب عنده نوع من أنواع الحكمة مر في حاجة شبه اللي أنا بمر فيه قبل كده فيقدر إن هو يبقى عنده إمبوت يساعدني تمام فبعمل كده وأنا ببذل مجهود وأنا بأكد لكم إن المجهود دوت ما بيضعش حتى لو محققش الحلم دا بعد سنة 2-3 أنا بلاقي نفسي إيه دا أنا كنت تعلمت اللغة دي وفاكرة إن أنا مش هبقى باستخدم يلاقي لها استخدام بعد وقت هو حاجة مش مرتبها ويقول أنا الفرصة لما جات أنا كنت مستعدلة ممكن يكون فيه حلم إحنا حطينه قدامنا لكن من خلال المحاولات نوصل لحاجة تانية خالص نكتشف إن هي أفضل من اللي إحنا كنا عايزين وتبقى مرضية جدا بلاقي ناس بتشوف يعني إنما زي ما بقول عملت مجهود والتزمت باللي أنا اتفقت عليه مع نفسي حتى لو ما قعدتش مع حد خالص طب إيه الفرق يا دكتور بين إن أنا أحب ذاتي وبين إن أنا أتقبلها وبين إن أنا أكون مثلا بقدر ذاتي الفرق بسيط قوي ما بين الاتنين وساعات بنعتبرهم خطوتين بيقدوا البعض إن أنا بقبل ذاتي الأول وبعد كده بنوصل لتقدير الذات الفرق ما بين الاتنين كلمة واحدة بس اسمها الاستحقاق بقبل نفسي يعني بحبها واللي بيحب حد بيديه وقت بيعمل فيه استثمار بيبقى صريح معاه وبعد كده التقدير بتاع الزات هو إن أنا مع الوقت ومع إن أنا أعرف نفسي كويس وعندي self-awareness يعني أعرف عن نفسي كل يوم باخد خطوات بعرف بيها ذاتي أكتر بوصل لحاجة اسمها الاستحقاق أنا بحس وببقى مدرك إن أنا أستحق الخير أستحق الدعم أستحق الحاجة الإيجابية فبفرد حد ما عندوش الملكة دي دي ما بتجيء دي كلها حاجات يعني acquired يعني مكتسبة محدش بيتولد بيها طبعا بتفرق في طريقة التربية والنشأة يعني إحنا ما بنعمل حاجات النهاردة ورش عمل وبنعمل online وعلى الأرض وبنعمل courses في التربية بنعلم الأهالي هو إيه الكلمات المشجعة اللي بيقولها في كل سن ومحتاجين إيه فبتخلي الشباب اللي طالع ودي حاجة أنا بلاحظها دلوقتي عندهم نوع من أنواع الاستحقاق هو حاس إن هو يستحق الأفضل ما عندوش النظرة التشاؤمية دي لكن ونفر إن إحنا ما خدناش دوت في النشأة أو التربية من قبل كده هي حاجة مكتسبة بطمن الناس كلها إن هي حاجة مكتسبة ينفع أكتسبها بس أنا يبقى عندي الوعي ده أنا فاهم إن أنا محتاج أشتغل على تقبل الزات الأول وبعد كده بيجي تقدير الزات لما بيبقى عندي إنجازات ببقى أعرف نفسي أكتر بحس إن أنا استحق الخير لكن طبعا لازم أبقى بأكد إن أغلب الناس اللي بتطلع بيقولك هو بطبيعته متشاكل هو شايف الدنيا سوداء هو عمره مشاف نص الكبال مليان ده بيرجع لأن من زمان في وقت النشأة والتربية في وقت المدرسة هو ما تشافلوش الحاجات الإيجابية طول الوقت الناس كانت ماشي يبقى ألم أحمر وعملين بيقولوا له ده غلط محتاج تغير ده لا اعمل الصح ولما عمل حاجات صح ما تشافتش ما تشافتش وما حسش إن هو متشاف وما حسش إن هو تم تقديره عليها طب ولو أنا من الآخرين أو ما فيش تقدير من المكان أو من زي ما حضرتك بتقول من الصغر من المدرسة أو من مكان الشغل أو 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 ده يخليني إزاي إن أنا مثلا يكون عندي ثقة في نفسي بغض النظر عن كل اللي بيحصل حوالي برضو الثقة بالنفس حاجة مكتسبة وبتبقى أهم حاجة فيها الإنجاز فأنا محتاج دلوقتي أبقى لغاية سن 12 سنة إحنا بعد 12 سنة ممكن نعود مع المراهج مثلا نفسه ونعود نبقى بنتكلم معاه وإزاي يبقى بيشتغل على نفسه قبل الوقت دوت بيبقى الشغل كله مع الأهالي يغيروا طريقتهم لو هما حسوا أن الطفل في المدرسة ما عندوش ثقة في نفسه أو ما شابه وجايين هما بيه متحملين هما المسئولي وطبعا بعد 18 بنقفل بقى الكلمة بعد 18 سنة بنقفل بقى الكلمة بتاعة أهل السبب دي خالص لأن الناس بتيجي بتقول أنا طالع عندي مشاكل وتراست إيشوز وعندي أي حاجة جنبها كلمة إيشوز وبيقول أنا خلاص ده حصل في الصغر وهيفضل معي معلومة ديات مش صحيحة أول حاجة بنعلمها لهم وبنصلح أفكارهم فيها أنت دلوقتي بقت مسئول عن نفسك أنت مسئول عن تطوير ذاتك مسئول أن أنت تعرف نفسك أكتر تحط إيدك على المشاكل حتى لو أنت طالع بيها من التربية وتبتلت تشتغل عليها عشان تطورها يعني ما بنفضلش أي مور نتكلم عن المشاكل اللي تسببت في الطفولة أو من الأهل أو هما كانوا السبب لا خلاص بناخد مسئولية الموضوع بنشتغل إحنا عليه الثقة بالنفس حاجة من الحاجات اللي هي أول خطوات أن أنا بتقبل ذاتي أو أقدر ذاتي بعد كده بنعملها عن طريق أن إحنا يبقى عندنا إنجازات واضحة بعد ما بيبقى عندي إنجاز بحس بي أنا بواجه يعني تحديات مع ناس هو مش عارف يفرح حتى بالإنجاز عامل حاجات كتيرة جدا ومكسر الدنيا ومش شايف هل يكون فيه تأثير برضو من المجتمع الخارجي إن هو مش شايف اللي بعمله بالزبط أنا بنحاول إن إحنا يعني نتعلم ومع الوقت ما نبقاش مهتميين برأي الآخرين لأن لو أنا حطيت حد ناجح قوي لو أنا بنجز مثلا وما بتقدرش يبقى هفرح بإنجازي الزي في الشغل مثلا لو إحنا هنقول على مثال الشغل إن كله مثال غير التاني أنا لما بيبقى الحد بقاله في الشغل فترة طويلة جدا وده ما بيحصلش وهي حاجة عاملة زي الوقود بالنسبة له مش قادر يعيش من غير هذا النوع من التأدير بنتفق مع بعض على خطة أنا بسميها الخروج الآمن يعني يلا بينا يلا نشوف فرص تانية مش هنأثر في الشغل اللي إحنا فيه دلوقتي هنحاول نحقق نجاحات هنضيف الحاجات داية للسي في طب الخطوة النقلة داية محتاجة إن أنا ندرس حاجة هستحمل النوع دا لأن أنا برضو يعني إحنا بنخرج من بيوتنا كل يوم مش ماشين جوه صندوق إزاز أنا بتعرض لعقليات تانية وفكرة تاني من الناس اللي حوليها في الشغل حتى في الشارع في الجيران في البيت في العيلة أنا ما بقدرش أعمل كنترول على دا كله لكن اللي أقدر أبقى بشتغل عليه بس هو نفسي فبنعمل خطة للخروج الآمن شوف مكان إنت حاسس إنه هو work environment كويس لو إحنا على سبيل مثال الشغل وعلى فكرة دي أحد الحاجات اللي الشركات الكبيرة النهاردة بتحاول تهايلايت عليها لما بينزلوا حاجات على السوشيال ميديا ليهم إنه هم work environment إيجابية فبنلاقي إنه إحنا بسهولة بنقدر الشركة اللي بتبقى مركزة على كده ما بتسمحش إنه يبقى بيحصل تجاوزات بتبقى عاملة كريتيريا مهمة عشان خاطر الناس تبقى بتحس بالتأدير بيبقوا مهتمين بالجانب المنتل أو النفسي مع الناس اللي بتشتغل معاهم يعني نشكر ربنا إنه ده موجود دلوقتي وحاجة بنقدر إنه إحنا نبقى بنوصل لها بيبقى فاضل بقى طب أنا دلوقتي عندي خمس خطوات المفروضة أبقى بعملهم عشان أنا أبقى إليجابل أو مؤهل إن أنا أشتغل في المكان ده طب يلا نعملهم مع بعض ونكسرهم لأهداف صغيرة ونشتغل عليهم حاجات بتاخد ست شهور حاجات بتاخد ثلاث شهور حاجات بتاخد سنة بلاقي نفسي داخل السنة طلع من ناحية تانية حاجة تانية حلوة وكل القصص اللي أنا اشتغلت معاهم على حاجة زي كده عايز أقول لحركة إن هم لقوا فرص أحسن من اللي هم كانوا مترجطينها أو يعني أنا بحاطت عيني على مكان أو اتنين حاس إن هم دول أفضل بلايس توك رؤيتي نفسها اتغيرت كل حاجة بتبقى اتغيرت أقول لحضراتك بقى من فجأة في ناس بتفضل فق مكانها وبيتشافوا بشكل مختلف لأن بيتشافوا بشكل مختلف أنا اشتغلت على نفسي أنا طورت نفسي أنا خدت مهارات جديدة بقيت مختلف قوي عن البيرز اللي هم الناس اللي في نفس الليفل بتاعي فألاقي المكان لا ما يسيبنيش ألاقي الناس بيحطني في بوزيشن أحسن أو بزيد مثلا فينانشالي على مستوى الدخل بشكل أحسن ألاقي نفسي في الآخر اخترت أنه نفضل في نفس المكان يعني ده من جواي أنا برضو كله بيبدأ من الداخل أوكي يعني أنا لما أتصالح مع نفسي من جوا الإجابيات هتظهر بره إيه هي بقى الإجابيات يا دكتور إن أنا أبقى متصالح مع نفسي أكيد الحاجة الإجابية اللي أنا باخدها من وراء إن أنا بقدر ذاتي أو إن أنا أبقى بعرف نفسي كويس هو إن أنا أولا سقطي بنفسي بتزيد ودي حاجة من الحاجات اللي بتبقى باينة جدا وهما بيحسوها في وقت أصير يعني لما ببتدي أعمل إنجاز أتشاف أبروزه بشكل معين بلاقي سقطي بنفسي بتزيد ببتدي أشتغل على نفسي على كل الأصعدة زي ما احنا عارفين إن الإنسان روح ونفس وجسد وعلاقات الحاجة الضافت في الإنسان أهو الظفت لأن بقت حاجة باينة جدا وبتفرق مع كل الناس فاللي بيشتغل مثلا على مستوى الجسد لو أنا شايف نفسي محتاجة ألوز ويت أو إن أنا أقل في الوزن بعمل كده بلاقي نفسي صحتي أحسن حركتي أحسن أتيتيودي جوه لشغله مع الناس شكله أحسن لمجرد إن أنا ابتدي تتبع عادات صحية على مستوى الجسد حاسس كويس والناس شايفة ده الروح طبعا كل ما يخص علاقتنا بالله والممارسات الروحية بتاعتنا اللي إحنا نقدر طول الوقت نبقى بنتبعها ونبقى بنكبر كمان فيها زي ما الجسد بيكبر لوحده ومحدش بيعرف يوقف وأخيرا اللي دايما مظلومة هي النفس اللي إحنا بنحاول طول الوقت نساعد الناس إن هي تبقى بتكتشفها وتبقى بيشتغلوا عليها ويتوروها كمان تكبر يعني كام من مشكلات وتحديات بشوفها في الجلسات بتاعت تعديل السلوك وجلسات الزواج وجلسات حتى بتاعت الشغل الكرير اللي عندهم مشاكل في أشغالهم بتبقى سببها أن أنا نفسيتي ست سنين وأنا دلوقتي ثلاثين سنة ايه ليه؟ ما عملتش جوه طفل آه ما عملتش investment لسه بزعل من ناس لسه بعمل ويت أكتر لكلام الناس لسه عندي مشكلات كتيرة بتخص نفس العقلية بتاعت الطفل اللي هي في سن الطفولة طبيعية لكن لما بقى في سن كبير وفي ناس 40 و60 سنة وتلاقيهم فيه سلوكيات وحاجات بيعملوها نفس عقلية الطفل تماما هو ما فكرش قبل كده أنه هو يكبر في الحتة الجزء النفسي أكبر حتة فيها تحدي هي العلاقات آخر أو رابع بارت الإنسان ممكن يبقى بيشتغل عليه ولما يشتغل عليه يبتدي يشوف حاجات إيجابية العلاقات من أكتر الحاجات اللي بتميز المجتمعات بتاعتنا هي الحدود إحنا ما تعلمناش قوي أن إحنا نقول لأ ما تعلمناش قوي أن إحنا نحافظ على حدودنا بتلاقي كم حد بيجي لي وأول جلسة اتنين تلاتة لا هي السبب كل اللي هو فيه أن حدوده مستباحة بمعنى الكلمة أي حد بيخش في أي وقت أي حد بيخرج في أي وقت أي حد ممكن يتعدى عليه ومعراض شعور الناس على حساب نفسي بالضبط ودي على فكرة برضو بتبقى نتيجة للتربية إحنا كتير من الناس ربه الولاد إن كلمة لأ حاجة وحشة فأنا النهاردة ما بعرفش أقول لأ على حاجات فيها تجاوز ضدي لأن اللي بيقول حاضر ونعم هو الجود بوي واللي بيقول لأ أو بيعند ده الشخصية دكتور برضو من ضغوط الحياة اللي بنتعرض لها أنا ده يخليني مش قادرة تصالح مع نفسي طبعا الضغوط دي حاجة بتبقى بس فيه ناس بتعرف تتعامل مع الضغوط وإحنا بنعلم ده برضو في الجلسات لأن حتى كتاب مقدس ألف العالم سيكون لكم ضيق وما فيش أي واحد عبقري في الدنيا طلع قال إن الحياة تبقى مريحة وسهل فالضغوط موجودة وكانت موجودة على الرغم من إن هي ممكن تبقى دلوقتي أعقد وأكتر شوية لكن مش هتبطل تبقى موجودة جزء من اللي إحنا بنتعلمه ونشتغل فيه ونتطور فيه وبيفرق في نفسياتنا وفي علاقاتنا وفي أشغالنا هو الطريقة الإيجابية في التعامل مع الضغوط فالضغوط هتبقى بتفضل موجودة وهي جزء من الرحلة طب تمام أول حاجة أنا لازم أبقى جزء من معرفتي بنفسي هيخليني أعرف أسرد أو أعمل لستنج للضغوط اللي أنا بتعرض له لأن أنا ببساطة غير بعض أنا بشوف ناس بيتعرضوا الحاجات قوية جدا وهما مش بيعتبروا دية الضغوط المتانة النفسية والنشأة والعيشة اللي هما عاشوها خلتهم نظرتهم للحاجة مختلفة عني واحد عاش ونشأ وتربى بطريقة مريحة شوية بتلاقي حاجات أبسط بكتير ممكن تبقى بتضغطه أو تضيقه أو تتعبه فبتبقى أول خطوة حاجة اسمها الاثنالجمنت إن أنا أبتدي أعمل لستنج وأبتدي أكرر إن الحاجات اللي بتضغطني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حطتهم في لست شوفتهم قدام عيني متأكد منهم لأن أنا بشتغل مع نفسي عشان نفسي يعني أنا أعتبر ده سأدريب ندي للناس النهاردة قدر نعمله النهاردة حط نفسي قدام نفسي بقى أمسك وراء وألم واكتب الحاجات اللي أنا جوه نفسي بتضيقني زي ما حضرتك بتقوك وفي منتها الصراحة مع نفسي لأن أنا مش بعمل ده عشان حد تاني أنا بعمل ده لنفسي وبعمله بنفسي فيه ناس عايزة أقول لحضرتك بيجوا في الجلسة بقوله اكتب الحاجات دي وما توريها ليش الحاجة اللي محتاج رأيي اسألني لأ بتشوفي تغيير حتى لو أنا مؤثر في حق نفسي في حاجة أكتبها برا طبعا بقوله دي اسمها حدود بقوله دي اسمها أن احنا بناخد بالنا من رأي الناس أكتر من راحتنا بقوله دي اسمها كذا بسميله الحاجات لأن جزء كبير من الجلسات اللي احنا بنعملها بيبقى هدفة تصحيح الأفكار فيه أفكار كتيرة بنبقى طلعين بيها من المجتمع والنشقة ما بتبقاش حقيقية مجرد بس أنك بتقول الفكرة ونصلح الفكرة ساعت دا بيبقى الحل ساعت بيبطل يتغطي طيب أنا بما أننا بقى بنتكلم أو عايزين نهتم بالمرأة شوية بقى وفي سنة جديدة بقى وعايزين كل سنة وكل مرأة طيب فالستات عموما بيتلهوا مع ولادهم أو مع مشاكل الحياة ومع ضغط الحياة ويهملوا نفسهم ويقولك أصلا عندي بيتي وولادي أنا مفيش وقت تهتمل نفسي صحيح خطوة أولى بعملها مع أي سيدة فاضلة جاية تطلب وتسأل السؤال دوت اكتب لي يومك وإسبوعك خطوة عملية قدروا برضو يعملوها النهاردة ورقة كبيرة أنا عايزة بقى حاجات الناس تنفذها النهاردة بعد ما يتقربوا على حضرتك كده إن أنا أقعد بقى قدام نفسي كل الحاجات اللي بعملها غلط أو الدكتور مين قال الولاد ناموا الولاد في المدرسة أنا قاعدة مع نفسي مشروبك المفضل اللي بيحبوا المزيكة مزيكة جنبهم وقعد اكتب يومك الدارج اللي هو مفوش أي امرجنسي مفوش أي حاجة على غير الطبيعي والعادي تمام ويومك بالتفصيل وإسبوعك عايزة أقول لحضرتك في ناس بيبعثولي رسائل أو يكلموني يقولولي تمام يا دكتور إحنا متشكرين عرفنا مشكلة فين كل ده من أن أنا أتصارح مع نفسي بيحطوا الحاجة قدامهم بيلاقوا فيه أو وما فيش وقت مثلا أنا خلاص أنا هعود إمتك ده بخلص بتهد أنام ما بقدرش عن الحاجة يرجع بقى للالتزام والمجهود مفيش حاجة تتصلح لوحدها أنا هفضل أعمل نفس اللي أنا بعمله واستنى نتيجة مختلفة ده مش منطقي فأنا محتاج إيه أخلق وقت ممكن يبقى الوقت ده بعد ثلاث أسابيع لما اللي امتحنا بتخلص عادي بس هدي لنفسي معادي والتزم بي هعطيه مع نفسي عارفة أن الوقت ده الولاد مش هيبقوا معايا أجازة من الشغل في أي حاجة ساعة الموضوع على فكرة ساعة نص ساعة تلت ساعة أنا مش محتاج أن احنا نقعد نعمل دكتوراه في نفسنا الموضوع بالبساطة دي أو أقوم أبص في المراية أنا ممكن أقوم أبص في المراية وشوف أنا أهملت في نفسي قد إيه أو أن أنا في ناس بتنسى خالص أن هي يعني أنا بشوف الحاجات دي بشوف أن الناس تنسى خالص أن هي كيان هي إنسان برضو من حقه أن هو يهتم بنفسه مش يسيب نفسه لضغوط الحياة وضغوط البيت والأسرة والأولاد وكل بقى الحاجات المحيطة أنا مع حضرتك جدا في ده بس أحد الحاجات اللي احنا بنعملها برضو لما الناس بتبقى بتيجي ويبقوا جايين حاسين الإحساس ده هو أن احنا برضو بنقسمها على الأصعيدة اللي بتكون الإنسان النفس، الروح، الجسد، العلاقات عشان ما نبقاش احنا في حاجة متسابة فلو أصد حضرتك مثلا على الجانب الفيزيكال أو الشكل الخارجي أو الشكل الجسد أو اهتمامي بنفسي الاهتمام الشخصي ده هيبقى في الجزء بتاع الجسد فما نبقاش فاتنا حاجة طب النفسية لأ مدية الولاد أكتر وقت ما بلحقش أبقى بعمل حاجة لأ يلازم نتفق على وقت لما بحط بقى البلان قدامي واشوف أسبوعي قدامي هما بيتفاجئوا أن فيه سبوتس فاضية كتير ممكن تبقى بتروح في السوشيال ميديا والموبايل ممكن تبقى بتروح في حاجات مش ذات اهمية أكتر تمام فنبتلي احنا نعمل ايه بمنطقة البساطة نحط وقت لنفسنا جوال حاجات دي أو مش مرتب وقتي كمان طبعا البلان دي بتفاجئ الناس وفيه ناس شطرة بيبقى عندهم وازع فني شوية بيلونوها الحطة الفاضية بيبقى زي اكسرسايز كده أو واجب الناس بتاخده بيحطوا البوينت دية الوقت الفاضي بيعملوها باللون الأخدر الحاجات اللي هي مسحومة جدا يعملوها باللون أحمر فنطلع بقى كل الأخدر يلاقوا ان فعلا فيه وقت مش مستغل أو محطوط فيه حاجات مش مهمة عايز اقول له حركة ان احنا بنحط وقت للسوشيال ميديا والموبايل وبيبقى وقت ساتسفين جدا بيبقى مردي جدا يعني مفيش ولا حاجة من اللي احنا بنعملها بتروح لكن بنقدر نخلق لنفسنا وقت ونقسم بقى عليه انا هعمل اعشان نفسيتي حاجة بحبها مسلسل قناة بحبها تابعها كتابها بقى بقراه الناس بتعود سنين بتحب القرية وقال لهم كتير ما مسكوش كتاب هسمع برودكاست بيعلم حاجة جديدة هتفيدني في شغلي بيبتدي يلاقي نفسه بيحط حاجات كبرت على المستوى النفسي وكبرت على المستوى الروحي لان فيه ناس بتحط دراسة كتاب مقدس وآيات وبيجاهزوا دروس للخدمة بيبقى بقى لهم يعني جالي ناس كتير بيبقوا بقى لهم كتير أو مجهزوش هما الدرس بتاع الخدمة بسبب ان هما مش فاضين عشان البيت وبيسيبوها للجونيورز الناس اللي هما سنهم أصغر شوية وعندهم وقت بيلاقوا نفسهم هما بيبقوا مبسوطين ان هما رجعوا ويعملوا كده فبينعكس على نفسيتهم بالإجاب فببساطة لو كل حد مهتم وفارق معان هو يبقى بيكبر نفسيا اعمل ده النهاردة ابتدي اعمل تنظيم للوقت والحاجة المهمة جدا للتزام انا مش بقدر اروح ازوق الناس ان هي تبقى بتعمل حاجة اللي بتفق عليه فلو احنا انت اتفقت مع نفسك على حاجة او اتفقت معي على حاجة وتحطي لها وقت ومعاد ومفكرين في كل الحاجات اللي حواليها لو سمحت التزم ابزل فيها مجهود اتفرج على نفسك كمان 30 يوم ومناسبة العلاقات بقى واحنا قلنا اسمناهم بروح ونفسه جسد وعلاقات العلاقات بقى فيه واحنا ناس كده بنتعامل معهم اول ما حد يدخل عليك كده تحس ان انت طاقتك انهارت اوكي او تحس ان فيه تقولك لا طاقته مش عجباني او انت بتسبب لي نفسينا بتقفل اه في الاول وفي الاخر القبول والعلاقات فيه جزء منها كده نعمة من عند ربنا يعني فيه ناس بتلاقيها ناس حبوبة بيتواجدوا في اي مكان اه بيقولوا عليهم بيخشوا القلبة على طول الاعدة بتاعتهم لطيفة اه حلو المعشر زي ما بيقولوا لها كلمات كتيرة وعايز اقول لحضرتك ان فيه هرمون اه في الجسم بيفرز اه اسمه الاكسيتوسن لما بنقعد مع ناس اه حبوبين ولطاف لكن مش كل الناس كده انا هنزل هقابل ده وهقابل ده هتعرض لده وهبقى بتعرض لده كل اللي انا اقدر بقى بعمله هي حاجة واحدة ان انا لو حسيت ان الطاقة بتاعت الشخص اللي قدامي ديت مش بتعود علي بشكل ايجابي فحاول الموضوع لنوع رسمي او تجنب فيه ناس مش نقدر نتجنبهم فيه ناس بتقابل دمع على الاهل وناس بتقابل دمع على الازواج وناس بتقابل دوت جوه الشغل مش هينفع بقى بسيب شغلي خصوصا في الظروف بتاعة البيوت والأسر النهاردة فهعمل قدر الامكان اللي يشحني انا لو الناس بالكرب ده وهي هترجع لللست اللي احنا قلناها قبل دي على طول فهبقى طول الوقت قادرة بقى بستحمل ده قبل كده ما كنتش قادرة تقتي مستنفذة وبقابل حد بيقفلني خلاص كل حاجة خلصت تمام لكن لو انا قدرت ان انا بقى باشحن نفسي لو الناس بدرجة قرب قريبة قوي لو ناس ينفع ان انا بقى بتجنب دوت وقلل النيجاتف فيبس اللي بتجيلي من الناس دي اعمل كده على طول ما بتستنج احنا مكملين يا دكتور مع حضرتك دكتور مينة جورج سمير منوارنا النهاردة نتكلم بقى عن ازاي ان احنا في بداية كده السنة الجديدة نمشي على نقاط معينة ان احنا نتصالح مع نفسنا نروح لفاصل ونرجع لحضرتكم مرة تانية اهلا بحضرتكم مرة تانية مشاهدين للي ما تابعش معانا من بداية الحلقة احنا نهاردة بنتكلم ازاي نبدأ سنة جديدة متصلحين مع نفسنا كلنا عندنا اخطاء كلنا عندنا عيوب كلنا عندنا حاجات بنتمنى ان احنا نحققها جزء منها ان احنا بنتكل على ربنا وجزء ان احنا بنسعى برضو وبنسيب الباقي على ربنا وحاجات كتير وتفاصيل كتير جدا متخلينا في الاخر ان احنا ازاي نبقى راضين عن نفسنا بعيوبنا ومميزاتنا النهاردة بيسعيدنا وبيشرفنا وبينورنا دكتور مينة جورج سمير استشاري النفسي والأسري منور يا دكتور اتكلمنا ازاي بقى يعني ان احنا مقسمين الانسان نفس وروح وجسد وعلاقات وازاي ان احنا بنتعامل مع كل حاجة فيها وصلنا لتدريب كده للي ما تابعش معانا ان احنا نمسك وراء وقلم ونكتب كل حاجة احنا عايزين نتصارح مع نفسنا فيها وان انا عايز اقول لنفسي بقى انا عملت ايه غلط عملت ايه صح انا عادي ان انا اغلط مش طبيعي يعني ان انا اعيش من غير مغلط مزبوط ومش طبيعي برضو ان انا بقى بحقق انجازات بس من غير مفشل فولا حاجة مزبوط فده عادي جدا احنا بقى ايه وصلنا لن احنا بنتعرض لضغوط من الحياة وان احنا ازاي نتعامل مع الضغوط دي وكنا في الفصل بنتكلم ان احنا ازاي ان انا في وسط ضغط الحياة ده كله ان انا ألاقي وقت امسك وراء وقلم وكتب الحاجات اللي انا بقول عليه كنت بالزفت كنت لسه في الفصل بقول ان احنا اول لما بناخد خطوة متعبة عقلينا اول حاجة بيعملها بيروح عامل سد على طول بارية مش نافع مش نافع ما عنديش وقت مش هلحق مش هقدر لان بطبيعة الحال عقلنا بيعمل للراحة وكتير قوي بنسمع عن كلمة comfort zone وابعد عن الدايرة بتاعت الراحة عشان خاطر تبني اتحقق انجاز والكلام ده صح جدا ومزبوط طبيعي ان انا اميل ناحية الحتة المريحة ان انا اعمل الحاجة زي ما بيحصل اللي بيسموه work as usual او life as usual زي ما انا معتاد وخلي اليوم هو اللي يشلني وينقلني من مرحلة الشغل لمرحلة المذاكرة مع الولاد لمرحلة ان انا بشوف طلبات البيت لنام ويفضل دوة دوامة دوامة بشكل كبير اللي بيعمل تغيير هو كسر الدايرة دي ان انا اتدي ابعد عن منطقة الراحة بتاعت ان انا لا انا هقدر اعمل الموضوع وقت انا احط له وقت حتى لو فعلا دلوقتي انا وقت ما يسمحش بسبب امتحانات بسبب مذاكرة بسبب دروس ولادي بسبب ان انا بساعدهم بسبب ان انا بودي وبجيب من المدرسة كل دي احنا حاجات بنشوفها في كل البيوت لكن اقدر ان انا ادي لنفسي معايد زي ما كنا بنقول قبل الفاصل ان انا بقى بعمل فيه الحاجة دي وابقى بلتزم به لا يبدأ بقى زي ما البابا شنو ده كان بيقول بتغصب ان انا اتغصب فتعود فتلزز باللي بعمله بالزبط بعد شوية وقت الناس با لما بتجرب تبعد عن منطقة الراحة دي ويكسروا الدايرة اللي هم عايشين فيها بيشوفوا نتائج بتشجعهم كمان يكمله ما هو حد بزى المجهود وابتدى ما يشوفش نتائج هيبقى صعب ان هو يبقى بيكمل لا بيلاقي نفسه قهده بيلاقي نفسه احسن بيحس ان هو ادى لنفسه وقت فيبتدي يحس بان انا موجود انا لي كيان انا مش مجرد ترس في مكانة جوه البيت والترس ده يطلع يروح الشغل والترس ده يطلع يروح للاهل يبقى بيساعدهم في حاجات وطول الوقت اللي انا بعمله اجباري محدش بيخرج من الموضوع ده غير وهو عايز ومقرر يعمل ده لو مش هلتزم ومش هبقى ببزل مجهود انا ما بقدرش اضمن للناس نتائج وهو ده من وجهة نظر اللي بيعمل التغيير لو انا بقى عايز ادي للناس كده نصايح في نهاية الحلقة في بداية سنة جديدة وبإماننا حضرتك منورنا خطوات كده نمشي عليها ان احنا نبدأ بقى النهاردة نقول لنفسنا انا عايز اغير من جوه الاول علشان ده يظهر علي من بر تمام اول حاجة ان انا يبقى عندي self awareness او ان انا معرفتي بذاتي ما بتطلعش تغير العالم وانت لسه سايب نفسك انت لما بتشتغل على نفسك وبتبتدي من الداخل زي ما قلنا بتلاقي اوتوماتيك ابتدي التأثر في اللي حواليك الدايرة القريبة الدايرة الاكبر الدايرة الاكبر تبتدي تشوف تأثير وانت ما عملتش اي حاجة غير ان انت طورت واشتغلت على نفسك فالself awareness حاجة مهمة جدا بتيجي ازاي ان انا بقفش نفسي في المواقف كل مرة بيحصل المواقف اه بالشكل ده بتعصب طب تعالى نرجع بقى كده خمس دقايق قبل ما تتعصب وانا تعصبت ليه انا تعصبت ليه ايه اللي حصل طب ده متكرر طب ده في جزء في دور عليا ولا دي حاجة بتبقى بتحصل من برية حاول ان انا بعد عنها وتجنبها وهكذا ابتدي اشتغل على نفسي والورقة والقلم اه او بالنسبة للجيل الحديث دلوقتي بييجي دايما يسأل اسئلة notes لو انا عندي note بكتب فيها الحاجة وهي لسه حصل وهي لسه fresh في ذهن تمام واسبابها والحاجات اللي انا بحسها جوايا بنكتب اه موقف شخص احساس عشان نسهلها برضو على الناس موقف شخص احساس اه اه نقسم كده الورقة موقف الموقف اللي حصل معايا الموقف اللي حصل مين الاشخاص اللي كانوا موجودين ابطال العمل وانا حسيت بايه وانا حسيت بايه وليه بقى طبعا بنقول ليه وطب والتصحيح ده اه بي ازاي صحح اللي حصل كان فيه حاجة في قدية كان ممكن اتصرف فيها بشكل مختلف ودي بتنجح قوي برضو في العلاقات والمشورة الزوجية على فكرة بتلاقي الناس بيكتشفوا ان فيه حاجة بسيطة جدا دايما لما بتتعمل بتولع المشكلة لما بنا بكرر واخد مسئولية ان انا بطالها والطرف التاني بياخد مسئولية يبطل برضو الحاجة لان هو كاتبها من البروسبكتف بتاعه او من المنطق بتاعه تمام بيبتدي يحصل تغيير فالسلفة اويرنس دي اهم حاجة واول حاجة تاني حاجة ان انا يعني نترفق بنفسنا شوي هو ده بقى جلد الذات والشعور بالزنب بقى دايما الشعور بالزنب نعين في ناس عايشين هما بالشعور بالزنب وناس بيلموا الشعور بالزنب من اللي حواليه اقل وابسط حاجة بتتعمل بتولد عنده شعور بالزنب اسبابها في التربية وفي النشأة برضو ودي قلناها كتير النهاردة لانها حقيقة واقعة يعني لكن اقدر اشتغل فيها على نفسي وابتدي اخذ الامور ببساطة وافوت شوي فوت لنفسي لنفسي اولا وبرضو لبعض الناس مش كل حد بيقول حاجة وقت غضب بيقصدها مش كل واحد بيوجهك توجيه بشكل معين هو هدفه يضيقك او يتعبك او ساعات بيبقى هدفه كير على فكرة زي الاهالي اللي بيعملوا كده مع اهاليهم الكبار بس ممكن تكون الطريقة دايقتني مثلا الطريقة بقى اقرب مشاعري ينفع حس كده ينفع بقى بداي لكن ابتدي اقول لنفسي في الخانة الاخيرة هو اللي بيعمل ده بيعمله عشان بيحبني عشان مصلحتي لو دي حقيقة مش بادحك على نفسي تمام تمام طيب ده كده تاني حاجة لو احنا يا دكتور بقى ايه ان احنا يعني منتكلم دلوقتي ان انا ما حسش بالزنب طول الوقت لان انا احاول ان انا اسامح نفسي اسامح نفسي وابقى بفوت لها اعرف عنها اكتر ابتدي اعمل ده يديني برضو نفس كده ان انا احس ان انا بتنفس طبعا اكتب علاقاتي هبنكتب العلاقات وبنعمل بنحط نفسنا في النص ونعمل حاجة اسمها دواير العلاقات واكتب مين الناس اللي في الدائرة القريبة والناس الابعد والناس الابعد بعد وقت بلاقي نفسي لا في ناس دورهم في حياتي اقوى بكتير يستحقوا ان هم يبقوا في دائرة اقرب وفي ناس ممكن يبقى تأثيرهم علي مش ايجابي كفاية فينفع يبقوا بيروحوا في دائرة ابعد اللي بيقرب ويبعد هي حاجة اسمها الحدود احنا كنا بنتكلم عليها في الاب اللي تكلمنا عليها اللي انا اعود بقى وحطها لنفسي وتعلم ان انا اقول لا بالزبط تالت حاجة او رابع حاجة ان انا ابتدي احط لنفسي اهداف واضحة حقيقية زي ما قلنا طالما انا مسارح نفسي يبقى انا هاعد احط اهداف حقيقية على مستوى ايه اللي اربع حاجات اللي قلناها في الجزء الروح انا محتاجة بقى كزا في خلال 24 وفي ميزة حلوة ان الوقت متقسم فاحنا بنقولها 24 بس انا مش لازم ابدأ على فكرة من بداية السنة يعني فيه ناس بتيجيب شعر اتنين شعر تلاتة شعر ستة مش هستنى بداية السنة لا ابدأ النهاردة هتشوف تغيير في نفسك في اخر السنة انت هتبقى فخور بيه فحيح دي حاجات مهمة وعملية وديريكت ينفع ان اي حد النهاردة بيسمعنا يبتديها النهاردة احنا بقى بنبتدي ان احنا جوانا كده طاقة وعايزين ان احنا نحقق بيها نجاح فانا يعني انا بشكر خاضرتك جدا يعني صايح مهمة المفروض ان احنا بقى كده نمشي عليها وانا نتمنى لنفسنا الهدوء جوانا قبل ما نطلع قبل ما نظهر للناس برا ان احنا هدين نبان من جوانا ان احنا هدين يا دكتور دكتور مينة جورج سمير استشاري النفسي والأسري نورتنا دكتور وانا بتمنى لك سنة هادية سعيدة ملينا بالسلام والخير والبركاته نورتنا يا دكتور مشاهدينا احنا النهاردة حاولنا ان احنا نكون مع حضراتكم ازاي نبتدي سنة جديدة هاديين من جوانا متصالحين مع نفسنا مصارحين نفسنا بالحاجات اللي احنا بنعمل انه عادي ممكن اغلط عادي وربنا طبعا موجود معنا بيساعد بيكمل ممكن ان انا اقع في حاجة لكن اقوم تاني وان انا احاول مرة تانية ما تأصرش بكلام الناس اللي حوالي وان هما اسيب حد يدمر لي حياتي او يدمر لي نفسيتي لان انا اقوم انا اقوم نفسي لان اكتر واحد بيخاف على نفسك هو نفسك انت اللي هتقدر تقوم نفسك وانت اللي هتقدر تساعدها ان هي تحقق النجاح اللي بتتمنىه في السنة الجديدة فاكرتنا الاولى خلصت وصلنا مع حضراتكم لفاكرتنا التانية ركنا المطبخ خليكم معنا بعد الفاصل اشتركوا في القناة